مرحبا عزيزين متابعيي قناة بالغيباءidad� العربية الفيديو مات اليوم هو كيف راح ترسل رسالة في البريد ال الكتروني حبيت اعملكم هذا الفيديو اللكن قبلها اتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو انه يشترك بالقناة ويفعل جرس ولكن его اخبرته متعرفون باند ال الكترونية استعملها كلج ولازم تعرف شون تكتب رسالة الا اي واحد فحتى نكتب رسالة راح اعملكم هذا الفيديو لم يعرف البريد ال الكتروني لبريد ال ال الكتروني انواع لو دخلنا على تطبيق البريد ورح تلقي أدة أنواع من البريد الإلكتروني يهو جوجل Outlook فأنت لو حابب أن تعمل بريد إلكتروني بدون رقم هاتف رح تدخل على جوجل وأنا شارح هذا الفيديو على القناة ورح أترك الرابط بصندوق الوصف ورح تعمل لك بريد إلكتروني بدون رقم هاتف لكن بعد سنتين رح يغلق لأنه قوانين جوجل أنه كل سنتين إذا مدفع الحساب برقم رح ينغلق وتعمل هذا الشيء اللي موجود حاليا أما كيف رح ترسل رسالة بعد ما تنشأ بريد إلكتروني مثل ما شرحت لكم بالطريقة اللي موجودة بصندوق الوصف رح تدخل على الجيميل رح تضر عندك الواجهة بهذا الشكل وهنا مكتوب إنشاء رح تكبس عليها بعد ما كبست على إنشاء هنا البريد الإلكتروني مالتك وهنا البريد الإلكتروني اللي رح ترسله أنا رح أرسل بالنسبة إلى التليجرام هذا البريد الإلكتروني اللي موجود تمام فأنت هنا راح تخلي الموضوع الموضوع اللي تريده مثلا مثلا hello وهنا الرسالة وبعدها راح ترسل الرسالة وراح تنتظر إلى أن يوصلك الرد نقطة حابة قولها الكل واحد يستعمل بريد إلكتروني لا تدخل حاليا على أي بريد إلكتروني مو مالتك يعني أنا مثل ما شفته بالبداية أنه أنا مشتركوية أبل فأبل فقط ترسلي أدخل عليها أما غير أبل لا تدخل عليه ولا تدخل روابط حتى لو جدتك جائزة مليون يورو سجل بهذا البرنامج هاي كلها عبارة عن رسائل وهمية وهذه ممكن تتحوي على فيروسات ممكن تخترب حاليا نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو واستفادية منها رجاء نشترك بالقناة وفعل الجرس ولايك للفيديو الاشتراك مجانا ساعدوني مثل ما أساعدكم أي واحد يدخل أتمنى منه أنه يشترك ولا ينساني تحياتي مع السلام تحياتي مع السلام